الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء أهلا بكم إلى قناتكم للرياضيات إذن اليوم جبت لكم حل نشاط رقم 2 صفحة منيا من الكتاب المدرسي الجديد وهذا طلب من إحدى المشتركات قبل ما نبدأ في حل النشاط فقط عندي ملاحظة فيما يخص الأسئلة لجيني على قناتي أولا أنا أرحب بأي سؤال بأي تمرين بأي مساعدة أنا في الخدمة ولكن هناك شيء بسيط حبيت أن أذكركم به أن عندما طلبوا مني أي حل تمرين أو نشاط لازم تمدوني الوقت للحل وللبث لأن هذا يستدعي وقت مني ووقت بشت نبث لأنه في بعض الأحيان لكي يروح للفيديو يبقى ساعات وساعات وفي بعض الأحيان يوم يستدعي يوم باش يخرج تخرج لفيديو إذن هذا فقط كالملاحظة باش ما تقولوا شو بلي بطاط علينا ما بطيتش عليكم ما تأخرتش عليكم ولكن حسب الوقت حسب يعني سرعة بسم الفيديو هذا خارج عني هذا فقط للملاحظة فقط ولكن أنا دائما أقول أرحب بأي سؤال بأي تمرين أنا مرحبا أنا في الخدمة إذن نبدأ على بركة الله في حل نشاط رقم 2 صفحة منيا من الكتاب المدرسي إذن يقول تمرين إذن الهدف من هذا التمرين هو إيجاد تعيين كل قواسم العدد ستين إذن سؤال الأول يقول اكتب العدد ستين على شكل جداء عاملين بكل الأشكال الممكنة إذن كيطلب منكم هذا السؤال رح تديروا ما كما يلي أولا حنبدأ بأول شكل أبسط شكل هو واحد في ستين واحد في ستين ستين ثاني شكل ثنين لأنني أعلم أن ثنين يقسم ستين لأن أحده اللي هو سفر هو زوجي إذن ثنين ممكن كتابة ستين على شكل ثنين في كم قسمه ستين على ثنين يخرجني ثلاثون إذن ستين في ثلاثون ثم ستين ستة سفر زيد ستة يقبل قسمه على ثلاثة إذن ممكن كتابته على شكل ثلاثة في إذن تبهوا معي إذن ثلاثة في عشرون أتابع إذن ستين هل يقبل قسمه على أربعة نعم يقبل قسمه على أربعة إذن إذن نكتب أربعة في خمسة عشر ثم أتابع العملية إذن ستين أيضا كتابة أخرى تساوي خمسة في إثنى عشر إذن هذه هي كل الكتابات الممكنة لماذا جادا فقط من أن ستين ممكن كتابات وهو على الشكل التالي إذن نركزوا معي ستين كنقسمه على ثنين يمكنني ثلاثين ثلاثين كنقسمه على ثنين ويمكنني خمسة عشر خمسة عشر تقسيم ثلاثة يمكن lending خمسة خمسة تقسيم خمسة يساوي خمسة تقسيم خمسة يخرج لواحد إذن نحبس إذا 60 ممكن كتابته على الشكل 2 في الباقي هذا 2 في ضرب هذا يعني أولا نبدأ 1 في 60 ثم 2 في 2 في وش يبقى لهنا 5 في 3 في 2 30 ثم 3 في 2 في 5 هي 20 ثم 2 في 2 4 في 3 في 5 15 وهكذا إذا نكتب لكم هنا بس شوفوا أوضح إذا 60 ممكن كتابته على شكل 2 في 2 في 3 في 5 يعني وش معلتها؟ معلتها أحلل العدد إلى جداء العوامل الأولية نبدأها من 1 إلى 2 3 4 إلى 5 يعني كل القواسم ثم نبدأ نكتب أول كتابة دائما تبدأ بالواحد يعني 60 تسوي 1 في 60 ثم الكتابة الثانية 2 في يعني 2 في الباقي هذا يعني 2 في 3 في 5 ثم 2 في 2 4 4 في 3 في 5 شحال 15 ثم 2 في 15 ثم 2 في 12 ثم 2 في 3 7 في 8 5 ثم 2 فية 20 ثم 2 في 3 4 في 12 إذا 12 تبقى له في 5 وهكذا يعني تحلوا العدد إلى جداء عوامل الأولية ثم تخرجوا جميع الكتابات يعني تغطوا على العدد الأول وتشوفوا الباقي شحال ثم السؤال الثاني يقول استنتج كل القواسم العدد الستين إذا نبدأ بالخانة الأولى معطاة هي واحد في ستين إذا القواسم هي واحد وستين العملية الثانية قلنا ثنين في حسبناها من قبل ثنين في تبهى بالأخضر بشوفوها أكثر إذا ثنين في ثلاثون إذا ما هي القواسم في هذه الخانة هي ثنين وثلاثون ثم العملية الثالثة بعد ثنين وشي يجي هنا واحد ثنين ثم يجي ثلاثة إذا ثلاثة في قلنا عشرون إذا ما هي القواسم دائما ثلاثة هو قاسم وعشرين هو قاسم إذا ثلاثة وعشرون ثم العملية الأخرى إذا ستون تساوي بعد ثلاثة يجي أربعة إذا عدنا أربعة هنا أربعة في خمسة عشر إذا قواسم هي دائما هي أربعة وخمسة عشر باستعمال جدول إذا هناك يعني أحب يقولكم هناك طريقتين يتستعملوا هذه الطريقة تحلوا إلى جدء عوامي الأولية ثم تستخرجوا كامل حالة الممكنة أو تستعملوا جدول إذا نبقتنا حالة أخيرة إذا الحالة الأخيرة هي ستين تساوي ماذا قلنا؟ قلنا خمسة هنا خمسة في اثنى عشر خمسة في اثنى عشر إذا القواسم هي هنا بهذا الخانة هي خمسة واثنى عشر إذا ما هي قواسم العدد ستين؟ إذا نكتبها في جدول إذا قواسم العدد ستين أولا دائما قواسم نبدأ بالعدد الصغير يعني هذه كلها قواسم وهذه كلها قواسم إذا نبدأها بأصغر عدد هو الواحد ثم ثاني عدد هو اثنين ثم ثلاثة أربعة خمسة دائما نبدأ بأصغر عدد يعني نمشو تصعديا ثم واشي دي بعد الخمسة؟ هنا اثنى عشر اثنى عشر ثم خمسة عشر ثم ثلاثون ونغلق الحاضمة يعني القواسم دائما تبدأ بالواحد وتنتهي بالعدد نفسه ننتقل على بركة الله إلى السؤال الثاني إذن يقولت سؤال ثاني فرعبا عين كل قواسم العدد 48 كذلك العدد 17 إذن نبدأ بتعين قواسم العدد 48 إذن نفس الطريقة نفس المنهج لكي أعين قواسم العدد 48 إذن مش رح ندير أولا رح ندير تحليل 48 إلى جداء أوامي الأولية أولا نقسمه على أول عدد هو طبعا الواحد ثم ثنين يعني أول كتاب هنا ممكن نكتب واحد في 48 دائما هذه الكتابة الأولى نكتب العدد نفسه في واحد يعني القواحد يقسم جميع الأدد ثم نقسم على ثنين ماذا يلي الواحد؟ ثنين نقسم 48 على ثنين وش يمجلي يمجلي ثنين 24 ثم نعود نزيد العدد 24 من قواسم ثنين من قواسم 24 إذن نقسم على ثنين أيضا وش يخرج لي 12 ثم نقسم على ثنين مرة أخرى نقسم نقسم حتى نحبس وين العدد لا يقسم الثنين إذن وش يمجلي 12 تقسم ثنين يمجلي 6 ثم 6 تقسم ثنين نقسم الثنين نفس الشي ماذا يخرج لي ثلاثة ثم ثلاثة تقسم ثلاثة ننتهي عند الواحد نحبس عند الواحد إذن إذن كنا نعين قواسم من يوربعي إذن إذن نركزوا معايا كيف نعين نجبت جميع قواسمها 14 بعدما حلمت من يوربعين إلى الجداء العوامي الأولية إذن ركزوا معايا نبدأها بالواحد دائما كما قلت نبدأها إذن 1 في 48 ثم العملية الثانية إذن ثم نحبس هذا يعني جبت ثنين في لحاصل ضرب الأعداد المتبقية يعني ثنين في في وش يبقى لي هنا ثنين وش يبقى لي تحت ثنين يبقى لي ثنين في ثنين أربعة في ثنين ثمانية في ثلاثة أربعة أربعة إذن إذن 48 ممكن كتابته على شكل أربعة في كن نبدأ ثنين في ثنين في ثنين ثمانية إذن ثمانية وش يبقى لي ثنين في ثلاثة يبقى لي ستة والعملية الأخيرة ندي 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16 إذن 16 في 3 أتمنى أن تكون طريقة مفهومة للجميع إذن من خلال هذه الكتابات الممكنة للعدد 48 إذن نلقيت جميع قواسم 48 وهي 1 2 48 24 16 3 4 12 8 6 إذن هنا ما علي إلا أن نكتبها في تصعدي إذن نكتبها إذن قواسم 48 هي 1 نبدأ بالعدد الصغير ثم 2 ثم وش يجي بعد 2 ثلاثة ثم وش يجي بعد ثلاثة أربعة ثم وش يجي بعد أربعة حسب الله 6 ثم بعد 6 ثمانية إذن هون السطر ثمانية ثم وش يجي بعد ثمانية 12 ثم 16 ثم 24 وأخيراً 48 دائماً كما قلت نسبق بالواحد وأنتهي بالعدد نفسه إذن هذه هي قواسم 48 إذن سؤال آخر تعيين قواسم 17 هنا 17 لو تلاحظون أولي إذن ما معنى أولي؟ معنتها يقبل قسمة على نفسه وعلى الواحد فقط إذن مباشرة مش نكتب قواسم ممكن نكتب 17 يساوي 1 في 17 لأنه لا يقبل قسمة على ثنين لا يقبل قسمة على ثلاثة لا يقبل قسمة على أربعة على خمسة على ستة إلى غاية 17 لأنه عدد أولي إذن قواسمه كما نعلم أن العدد الأولية تقبل قسمة على نفسها وعلى الواحد إذن ما هي قواسم؟ أي عدد أولي هو دائماً الواحد والعدد نفسه أتمنى أن تكون التمرين مفهوم إن شاء الله في نشاطات أخرى حتى أتبع لكم حلول نشاطات الأخرى أتمنى فقط أنه مفهوم للجميع وبالتوفيق للجميع أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى إن شاء الله دمتم في رعاية الله